يهدف هذا الاجتماع الثاني من نوعه إلى مناقشة الحصيلة السنوية لتدخلات صندوق الأمم المتحدة لتدعيم السلام في بلادنا خلال العام الجاري وهو الصندوق الذي انضمت إليه بلادنا في سنة 2020 من أجل دعم السلام وتوطيد اللحمة الاجتماعية والاستقرار وتحقيق أهداف التنمية المستديمة وأجندة الأمم المتحدة للسلام تعتبر هذه الشراكة الاستراتيجية مدخلا مناسبا لتنفيذ التزامات بلادنا في مجال تدعيم السلام خاصة اتجاه مجموعة الدول الخمس للساحل في إطار برنامج الاستثمارات العمومي والاستراتيجية المندمجة للأمم المتحدة في الساحل سيدات السادة إن موريتانيا التي هي دولة عضو تستفيد من تدخلات الاستراتيجية البرنامج ستعمل على تدعيم تبني أولويات الوطنية لتدعيم السلام من خلال إنشاء آليات شمولية وتشاركية وذلك تعمية دائمة للمؤسسات الأساسية على مستوى المركزي وإلا مركزي والمحلي مستشار السلام والتنمية بمكتب العلاقات في برنامج منظومة الأمم المتحدة السيد بنوت روميغان أوضح أن مشروع بناء السلام يأتي ضمن اهتمامات الأمم المتحدة مبينا أن هذا المشروع هو أداة تلجأ إليها المنظمة للحفاظ على السلام في البلدان مشيرا إلى أن صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام هو صندوق استئماني دائم من أجل بناء السلام أنشأه الأمين العام للأمم المتحدة سنة 2006 بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة يعول على هذه الورشة في تقديم مقترحات وإصدار توصيات تسهم في بلورة رزمة من المشاريع تدعم التنمية والسلام وتراعي كافة مطالب وحاجيات مختلف القطاعات ولا سيما الشباب والنساء